بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعنا اليوم إن شاء الله سنتناول فيه قوة زلازل حيث نلاحظ أن تسجيل عدة زلازل تراوحت بين الستة فما فوق وهذا في هذه 11 يوما فقط من هذا الشهر لذلك فهو قوة الزلازل وتعدادها كبير بالنسبة لمداية شهر في مدة 11 يوم تم تسجيل هذه 11 زلزالا ونحن في دروة البعد المداري لأننا هذه المرة في أبعد دروة مدارية المهم المرجو دعم القناة بالإعجاب لأنها تتعرض للعديد من البلاغات وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للمشاهدين الجدد ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة لنبدأ شهر أغسطس الماضي أظنه سيتكرر معنا هذا الشهر وجزء من الشهر القادم لكن هذه المرة لأبعد دروة مدارية حيث أنه في شهر أغسطس الماضي كان لأقرب دروة مدارية وهو من حالة أن نسق المداري الواحد الزلازل التي تنتشر وتمتد وهي تصل لمنطقتنا العربية بشكل متسارع الجديد المختلف الآن هو اقترابنا من تلاش غلاف كامل من أغلفة الأرض الطبيعية الإختزان والإحترار المناخي سيد الموقف بعيدا عن الحديث عن الفيضانات في جميع أنحاء العالم من جزيرة العرب إلى غيرها من الدول جنوب فرنسا البرازيل مجموعة من المناطق بالبرازيل تغرق العديد من المناطق حول العالم بها فيضانات جد قوية الآن الزلازل بدأت تشعر بها الناس بشكل أكبر الخوف يقمن عند انزلاق نقطة الارتحال الكهرومغناطيسي نحو المجهول أي عندما نصل إلى النقطة أربعين درجة وعندها سننتقل إلى مرحلة الزلازل الكبرى لنتصور مثلا زلزال قبرس اليوم لو حدث بقوة 7.5 ريختر فماذا كان سيحدث لذلك لندعي الأرض تتكلم وسأقدم لكم تقريرا عن الزلازل التي فاقت الستة ريختر وهي في هذه الأحدى عشر يوم الأخيرة حيث أنه تم تسجيل احدى عشر زلزال زائد ستة احدى عشر يوما من يناير 2022 لقد مر إحدى عشر يوما فقط في يناير 22 وتم بالفعل تسجيل إحدى عشر زلزالا أكبر من ستة ريختر وهذه القائمة في يوم ثلاثة يناير تم تسجيل زلزال في جزيرة فناطون بقوة 6.0 درجة العمق 104 كم في نفس اليوم ثلاثة يناير تم تسجيل زلزال في طيوان بقوة 6.2 والعمق 28 كم وتم تسجيل زلزال أربع يناير في شمال المحيط الأطلسي ريج أطلونتيك قوته 6.1 والعمق 10 كم وتم تسجيل زلزال أربع يناير تم تسجيل زلزال قبال السواحل أندونيسيا القوة 6.0 والعمق 544 كم وتم تسجيل زلزال ستة يناير بالقرب من ساحل نيكاراغوة قوته 6.1 والعمق 26 كم كما أنه تم تسجيل زلزال يوم 7 يناير في الصين قوته 6.6 والعمق 13 كم وكذلك يوم 10 يناير تم تسجيل زلزال في جزيرة كارماديك الحجم أو القوة 6.2 والعمق 10 كم وفي يوم 10 كم وفي يوم 10 كذلك تم تسجيل زلزال في قبرص قوته 6.6 والعمق 19 كم وزلزال 11 يناير في ألاسكا الحجم 6.8 أو القوة 6.8 والعمق 22 كم بعد دقائق من وقوع زلزال آخر في ألاسكا قوته 6.6 والعمق 11 كم ثم زلزال في نفس المنطقة في ألاسكا حجمه أو قوته 6.0 والعمق 10 كم يعني 3 زلزال في ألاسكا حتى الآن أقوى زلزال من حيث الحجم هو الزلزال الذي وقع في ألاسكا بقوة 6.8 وأظن أن هذه القوة وهذه الكمية من الزلزال في هذا الوقت في نقطة أبعد ما تكون مداريا عن الطارق هذا يعطينا دليل أن التسارع قد يكون دليلا على أن تسارع ضيفا التقيل في تزايد أرجو أن تكون الصورة قد وضحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته